السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بونجور اي جاسبير كيف زالي بي سنحاول نتطلق هذا الفيديو هذا وبينسر سنقسم البلزير بارتي للمستجدات قانون المانية لسنة 2025 ونوقف على أهم التغييرات التي جاتبها لجابها هذا القانون المانية لسنة 2025 ونقوم بمقارنة ما بين القانون المانية لسنة 2025 وقوانين أو المواد التي تعلقها بمدونة العامة للترائب لسنة 2024 لكي نوقف على أهم التغييرات التي جاءت بها هذا القانون الماني فأول تغيير جاء به القانون الماني لسنة 2025 هو واحد التغيير متعلق بالمادة جوج متعلقة بالأشخاص المفروضة عليهم بالترائب يعني الناس المفروضة بالترائب هنا بيانسر جاء واحد للشانجم في البارغراف 6 الذي يقول لي أنه تخضع وجوب الدريبة على الشركات الشركات المحاصة التي تضم على الأقل شخصاً اعتبارياً وكذا تلك التي تضم أكثر من خمسة شركاء أو أشخاص ذاتين يمكنك أن تفهموا أن هذا القانون لم يكن منذكر في الأشخاص المفروضة عليهم الدريبة التي متعلقة بالمادة جوج من المدونة العامة الدرائب لسنة 2024 لذلك نرجع المادة جوج لم يكن لقوش هذا القانون هذا القانون في هذا القانون تم إضافة دياله يعني أنه شركة المحاصة يمكنك أن نعرف ما هو المقصود بشركة المحاصة وموحدة الشركة لديها الصيفة المعنوية التي تكون سلما بين أعضاء ديالها لكي تحققوا واحد الهدف فبينسور هات الشركات هذين يمكنك أن يكونوا خاضعين للطريبة وجوباً يعني يعني الطريبة على الشركات عندما يعني على الأقل شخصاً اعتبارياً عندما يكون هناك شخص اعتباري يعني يعني وكذا تلك التي تضم أكثر من خمسة شركاء ذاتين يعني حتى الشركات المحاصة التي يكون فيها خمسة شركاء ذاتين فهنا بانسور تلك الهدف يعني يكون خاضعين للطريبة على الشركات وجوباً نحن سعرف أن المشريع مدعج من المدونة العامة الطرائب يعني أعطى الاختيار لذاتين أشخاص الذين يكون لداخل الشركات المحاصة إلا أحدهم سواء أنهم يخلصوا الضريبة على الشركات سواء أن كل واحد في هذه الشركاء الذين يكونوا خاضعون على الشركات المحاصة يوجل الضريبة على المداخل التي يحصل من هذه المجموع ومعديل هذه الشركة. هذا تم إضافته في المادة جوج. قال لي هنا كذلك وتفرض ضريبة باسم الشريك الذي له صلاحية التصرف باسم كل شركة من الشركات المذكورة. هنا قال لي واحد نقطة مهمة. هو أنه الضريبة ممكن تخلصها على الشركة الكاملة ولكن على الشريك الذي تكون عنده صلاحية التصرف باسم كل شريك. الشريك الذي يكون عنده إمكانية أو العاقين هو هو الوحيد للبوور لكي يكون يتصرف بل نوع هذه الاسوسية. كذلك تمت الإضافة للبوند السابق واللي هو متعلق بمجموعات الدات من النفع الاقتصادي. المنظمة المنظمة بطهير شريف رقم 1.92. المنظمة التجمع للشركات الذي يكون عندهم واحد هدف من أجل 2 مية الاقتصادية لذلك الشركات. لا يكون لديهم أن ينسلوا واحد هدف ربحي. فهذا الأشخاص هذو كذلك تمت إضافة لهم في هذا البوند أو في هذه المادة هذه. أو خارعين بسافة قانونية للضريبة على الشركات. فهنا يرجع عند المادة الجوج من المدونة العامة الضرائب لسنة 2024. فهذا الأشخاص هذو بيانسور وصننا حدنا حد المؤسسات والشركات الغير مقيمة. كذلك تمت إضافة للمجموعات الدفع لذلك النفع الاقتصادي اللي هو القروب مودان داري. اللي ولو كذلك مفروض عليهم الضريبة على الشركات يعني وجوبا. وكذلك قال لي هنا تفرضوا الضريبة باسم الأشخاص اعتباريين أعضاء المجموعات المدكورة في حدود حصاصهم في الحصيلة السافية لهذه المجموعة. هنا من يمكن أن يكون في هذا القروب مودان داري يمكن أن يكون هناك شخص اعتباريين أعضاء المجموعات المجموعية. مثلا في هذا القروب مودان داري في عشرة للشركات. فهنا بيانسور قال لي أنه الداريبة تفرض باسم الأشخاص اعتباريين. يعني كل شخص اعتباري يخلص الضريبة بسفة مستقلة عن باقي الأشخاص الاعتباريين. يعني إذا كانوا خمسة فكل واحد غد يخلص الضريبة في حدود حصاصهم في الحصيلة السافية. يعني مداخير أو الحصص الذي يأتيهم من هذا القروب مودان دانتا. كذلك بخصوص الفقرة الثانية من المادة جوجس كذلك كان فيها واحد تغيير. فإن نرجع لنا المادة جوجس الفقرة الثانية قال لي هنا تخضعوا للضريبة على الشركات بشكل اختياري. لا رجعتها فيه شركة تضامن وشركة توصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص ذاتين وكذا شركات المحاصة. فالتغيير اللي جات به هذا القانون هذا هو أنه إدخال شركات المحاصة التي تضم على الأقل ست الشركاء. قد يتخضعوا على الضريبة على الشركات بشكل اختياري. يعني الأشخاص يكونوا خاعد ضريبة على الشركات اختياريا. دكو. موما نعمل مداخرينش في الضريبة على الشركات ولكن يمكن ندخلوا في هذه الضريبة اختياريا. بشكل اختياري لا رجعتها فيه شركة المحاصة التي تضم على الأقل أو تضم أقل من سيدة الشركاء. دكو. هذا هو الجديد اللي هنا نحاول نديره الجديد بلون آخر. هنا هذا البوند هذا أو هذا البراغراف هذا ما كانش. يعني أنه شركة المحاصة التي يكون فيها قلمة ست الشركاء. يمكن لهم يخضعوا الضريبة على الشركات بشكل اختياري. والمقصود من هذا البوند هذا أو من هذا البراغراف هذا. أنه ما داخلش من نظام ضريبة على الشركات. يعني من يمكن تكون شركة المحاصة. دكو. فيها قلمة ست الشركاء. فهي ما داخلش من نظام ضريبة على الشركات. فهي ما داخلش من نظام ضريبة على الشركات المحاصة التي تضم شخص على الأقل شخصاً اعتبارياً. وكذلك التي تضم على الأقل خمسة أشخاص ذاتين. يعني تضم أكثر من خمسة أشخاص ذاتين. فككونوا داخلين من نظام ضريبة على الشركات وجوباً. يعني خارعين ضريبة على الشركات. فهي ما داخلش من نظام ضريبة على الشركات المحاصة التي تكون فيها قل من خمسة الشركات. وباقي الفقرة لم يتم تغييرها. يعني شركات تدعمون التوصيل بسيطة والتي لا تضمون في أشخاص ذاتين. لذلك الفقرة بخاطر كما هي. لدينا كذلك واحد للتغيير من المتعلقة بالمادات الثلاثة. نحن نقف على أهم التغييرات. هم الأشخاص المستثنون من نطاق الضريبة على الشركة. يعني الناس المفروضة عن النطاق الضريبة على الشركة. ما قلنا هنا؟ الناس المفروضة عن النطاق الضريبة. قلنا منك يكونوا. بيانسور عندهم شركة المحاصة التي تضمون أكثر من خمسة شركة. ماذا؟ هنا مني غنجي وكنشوفوا. أشخاص اللي هم خارجين من نطاق تطبيق الضريبة على الشركة. هنا كنت تغيير. قلنا شركة المحاصة التي تضمون أقل من ستة شركة. وشركة التدامن وشركة التوصيل البسيطة. وشركة التوصيل البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضمون في أشخاص ذاتين. هنا كنت نفهمه أن الشركة المحاصة التي تكون فيها قل مستري الشركة. فهما خارجين من نطاق تطبيق الضريبة على الشركة. ولكن يمكن أن يدخلون نطاق تطبيق الضريبة على الشركة. تطبيق الضريبة على الشركة بشكل اختياري. فهما خارجين من نطاق تطبيق الضريبة على الشركة. ولكن يمكن أن يدخلون نطاق تطبيق الضريبة على الشركة بشكل اختياري. بشكل اختياري. لذلك الشركات المحاصة التي تضمون على الأقل ستة شركة وشركة التضامن. نعرف أنه شركة التضامن وشركة التوصيل البسيطة. يعني الـ Société en un collectif. و ال Société en un commodity simple. هما واحدة الشركات التي يخلق من نطاق تطبيق الضريبة على الشركات. ولكن يمكن أن يدخلو هذه النطاقات على أبسيون. و هناك نعرف أنه شركات التضامن وشركة التوصيل البسيطة. إذا كانوا فيها أعضاء ديالها. يعني إذا يجعلون ديالها فقط من الناتق تطبيق الضريبة على الشركة. ولكن إذا كانوا فيها شعود من الأعضاء ديالها شخص معنوي أو اعتباري. فكيكونوا داخلين في نطاق تطبيق الضريبة على الشركة. وهذه المسجدات التي كانت بهم المادة جوج والمادة ثلاثة من الألوات فينانس في 2025. المادة الثالثة كذلك تمت إضافة لله المند الذي هو المند 36. الذي لم يكن في المدونة القديمة. هما تمتليات يعني إعفاءات. إعفاءات دائمة. لا يخلطون بضريبة على الشركات بصيفة دائمة. و هذا تسمعوا بصيفة مستحيلات. فتمتليات الإتحاد الدولي لكولة الأقديمة. هنا موضوع واضح هذا تمتيلية الاتحاد الدولي يعني الأشخاص الذين يمثلون الاتحاد الدولي في المغرب ضغ تمتيلية الاتحاد الدولي لكوات القادم فيفا في المغرب المحددات التي يبقى للنصوص تشريعية وتنظيمية الجاربين براسم مجموعة أشطعتها وعمليتها المطافقة للغرض المحدد في نظامه الأساسي يعني المداخل لهذه التمتيلية أو الغزن أو الغازات إلى غير ذلك فلا تكونوا داخلين اثناء تطبيق الضريبة على الشركة يعني يستفيد منها الإعفاء دائم من هذه الضريبة